الآن الحمد لله انتهينا من مراسم العزاء والآن جاء الدور أني أسلم نفسي تنفيذاً لحكم المحكمة واحتراماً لحكم المحكمة وأنا علي قضية دخول المجلس فراح نفذها إن شاء الله ومتأمل بأن الله نصدر عفو من صاحب السؤالي ببلاد في هذه الغضية ويعني سألبي مطالب إصدار العفو المرسوم العفو أشكر بالأساس صاحب السؤالي ببلاد اللي مكنني من حضور العزاء وقبلها حضور جنازة والدتي وهذا يعني أمر يمكن فريد يحصل من نوعه في الكويت وقد لا يحدث في العالم كلها إنه واحد محكوم بقضايا نهائية ويسمح له يحضر العزاء وهذا يعني ليس تقريباً على صاحب السؤالي ببلاد فهو يعني رجل إنسانية وحكيم الأمة أنصح التعبير أنا لتوقعت أن أروح للسجن الصلاة وهذا الشيء قد لو صار يكون عادي يعني شيء معتاد أنه واحد محكوم لازم يروح للسجن لكن أيضاً أنا اللي أعرف أن هم يسمحون للمساجين حضور جنازة أقاربهم درجة ولله والثانية يسمحون بس يسمحون بحد معين يعني الحدود لكن ما تفضل به صاحب السؤالي ببلاد يعني فاق توقعاتي الصراحة وهذا يعني كرم منه إنه أي نعمة كرمة وما تحصل له في الكويت هو من رجل مثل الشيخ سباح الأحمد حفظه الله شكراً للمشاهدة